الدعوة لحل المجلس التشريعي واجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في مختلف انحاء الاراضي الفلسطينية كانت الابرس في التوصيات التي خرج بها المجلس الثوري لحركة فتح بعد نقاشات مستفيدة للوضع الفلسطيني مطالبا المجلس المركزي الذي يعقد جلسة تعتبر هامة جدا اواخر الشهر الجاري قلنا للمجلس المركزي نتمنى كمجلس ثوري لحركة فتح وهذا بكل تأكيد هو الموقف الذي سيحمل ممثلين حركة فتح للمجلس المركزي بينه لم يعد ضرورة لمثل هذا المجلس التشريعي الذي اصبح عبئا وليس جزءا من حل ما يتطلب الشعب الفلسطيني ونأمل ان يتم الدعوة الى انتخابات خلال عامة وانتخابات عامة التصدي لكل اشكال صفقة القرن والمحاولات التي تسعى من خلالها ادارة ترامب اختراق الموقف الفلسطيني الاخرى اخذت نصيبا كبير من نقاشات ثوري فتح الذي يعتبر برلمان الحركة واكدت دعمها ووقوفها لكل خطوات القيادة في مواجهة ذلك الامر الاول هو الرد على الصفقة الامريكية باجراءات فلسطينية داخلية تحمي مشروعنا الوطني بشكل كبير جدا الرد على الاحتلال الاسرائيلي وممارساته وقمع وسرقة الارض ونابهة وكل الاجراءات ايضا بحماية مشروعنا الوطني من خلال هذه الاجراءات لتصديب البنية الداخلية والجانب الثالث هو وقف تسلسل الانقسام والانفصال الوحدة الوطنية والمصالحة وسبل تحقيقها للوقوف صفا واحدا في مواجهة التحديات المحيطة بالقضية الوطنية كان لها متابع ونقاشها من خلال وضع الرؤى للمستقبل ووضع توصيات على طاولة القيادة والمجلس المركزي الى جانب التأكيد على الضرورة التعزيز الصمود للمواطنين ومواصلة الاشتباك السياسي والميداني امام مجمل التحديات الشعب على الارض لمقاومة الاحتلال والاستيطان بحاجة الى شيء جديد بحاجة الى دعم صمود الى موازنات مختلفة الى نظرة مختلفة الى شكل اخر في التعاطي اللي هو كلنا انفكاك تدريجي عن قوة الاحتلال ولكن هذا لا بد ان يتصاحب ميدانيا مع تكثيف المقاومة الشعبية لان تكون ليس فقط في عدة نقاط تماس هنا او هناك ان تكون المقاومة الشعبية موجودة في كل بقعة جغرافية في فلسطين التوصية بحل المجلس التشريعي والعودة الى الشعب باجراء انتخابات عامة في فلسطين بمجملها كانت الابرز في توصيات المجلس الثوري لحركة فتح وهو الاهم بالنسبة له بان الشعب هو الذي يقرر من يحكمه حمد الصنوري سيجي تي ان العربية رام الله